لأول مرة مشروع تعديل الدستور يحصر العهدة البرلمانية في اثنتين فقط بالنسبة لنواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة حسب ما نصت عليه المادة 122 في البند السادس التي بيّنت أنه لا يمكن ممارسة أكثر من عهدتين منفصلتين أو متتاليتين وهو ما يرى فيه متابعون تحقيقا لمبدأ التداول في التمثيل النيابي تعتبر إنجاز في غيام الأهمية لأنه شهدنا العديد من المظاهر السلبية في وقت سابق هناك كثير من نواب جسدوا مبدأ الخلود في المنصب تعلموا لإستخدام نفس الأدوات في كل استحقاق انتخابي وبالتالي هي فرصة مهمة جدا لتجديد الدماء في إطار العمل السياسي وتجديد أيضا المقاربة النيضالية سواء كانت نضال سياسي أو نضال حزبي مما يفرز دائما كفاءات جديدة ويجسد المبدأ التداول السلمي آراء النواب تضاربت حول تحديد العهدات البرلمانية بين مؤيد لطرح تجديد النخب ومعارض للمقترح كونه تقييد للوصول إلى المجالس المنتخبة ويتضارب مع أعراف الديمقراطية حسبهم نتمنىها إذن أن تسود وأن تكون بالنسبة لكل المناسب العليا ما تبقاش فقط ما نحصرهاش فقط في بعض المناسب الانتخابية يمكن أن نستغلها ونشجع على الانتقال نشجع على التداول على التداول في السلطة على الأقل أن تنتشر ثقافة التداول على السلطة تقييد حرية الانتخاب وحرية تواجد في المجالس الانتخابية يعني الدول العريقة في الديمقراطية لا تحدد العهدات بل هناك من الدول من ذهب إلى تعدد المناصب يعني تصيبه نائب في البرلمان وفي نفس الوقت منتخب محلي ويعني في مجالس من المجالس المحلية مواصلة مصاري الإصلاحات السياسية وتعزيز دور البرلمان بغرفته من خلال تعديل تنظيم وعمل السلطة التشريعية حسب مراقبين يفعل دور المؤسسة التشريعية لتكون في مستوى التحديات التي تواجه البلاد ترجمة نانسي قنقر